طيب هذه الفكرة فكرة جعل الأمومة وظيفة مقسمة بين الرجل والمرأة من مبدأ المساواة أنت تحمل نصف المسؤولية وأن أحمل نصف المسؤولية هل بالنسبة للمعطلات الحديثة المجتمع يقبل هذا؟ يعني إحنا كما ذكرنا أساسا المناصفة موجودة يعني عندما قالت تلك المرأة في أولادها إن تركتهم إليه إن تركتهم إليه ضاعوا وإن تركهم إليه جاعوا إذن في مهمة أسرى يعني في المهمة يعني موجودة الرجل له مهمته في قضية الرعاية هذه المرأة ورعاية أولاده والنفق عليهم ولذلك كانت القوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم فهذه المرأة يعني هي يعني إذا حاولنا أن نعكس الأمور يعني أن نجعل الأب حاضنا ويقوم بالحضانة ويقوم بمهمة الإرضاع لهؤلاء الأولاد وجعلنا الأمة عاملا ما هو في النهاية لا بد أن يقوم بالمهمة فلا يمكن أن تستقيم الأمور لا يمكن أن تستقيم الأمور لأنها ليست مجرد وظيفة طيب إذا وظيفة كلاهما يذهب إلى العمل ويأتيان بحاضنة وهذا اللي يحصل يعني كلاهما يفران من الأولاد هذا موجود والمهمة كلها تقوم بها مؤسسات مؤسسات حضانة ورعاية وكذا هل يمكن لهذه العاملة أن تعطي الحنان حنان الأمومة لهذا الولد لكي ينشأ النشأة الصغيرة المستقيم اشتركوا في القناة